موسيقى ظل الحج خليل حدادا في كابل منذ أكثر من أربعين عاما وريث الشركة عن والده طوال تلك السنوات شهد تاريخ أفغانستان المضطرب من الغزو الروسي في أواخر سبعينيات وثمانينيات والغزو الأمريكي في أوائل عام ألفين إلى سيطرة طالبان الأخيرة نصنع مجارف للمزارعين وفؤوسا ومعاول ومطارق ثقيلة لكن عمله يكافح في الوقت الذي ينهر فيه الاقتصاد الأفغاني منذ تولي طالبان زمام الأمور في أغسطس من هذا العام ومع تجميد المجتمع الدولي وصول أفغانستان في الخارج بمليارات دولارات وأوقف كل التمولات الدولية بعد تولي طالبان السلطة كانت العواقب وخيمة على بلد يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية على مدار الأشهر الثلاثة والنصف الماضية منذ وصول طالبان أقسم لكم أننا كنا نأكل لحومة بشكل يومي لكن الآن لم نأكل أي شيء منذ شهر ظل خليل يعاني في مهنته في صناعة الفؤوس والمجاريف والمطارق الثقيلة فبات نادرا ما يبيعها في هذه المرحلة فكل شيء توقف خلال فترة حكم طالبان الأخيرة في التسعينيات الناس لا يستطيعون قول أي شيء ماذا يمكنهم أن يقولوا؟ وأنا منهم طالبان لديهم معلومات استخباراتية جيدة للغاية تنخفض قيمة العملة الأفغانية مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة وتعميق الفقر في بلد لا يملك فيه أكثر من نصف السكان ما يكفي من الطعام ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يواجه نحو 22 مليون من أصل 38 مليون شخص في أفغانستان بالفعل إن عداما حادا للأمن الغذائي وسوء التغذية في بلد آخذ في الازدياد